رمال متحركة تغرق منطقة الساحل في أزمات سياسية وأمنية معقدة تنظر بالأسوأ أزمات تعود من حيث بدأت في الشمال المالي قبل أكثر من عقد ولكن هذه المرة بدخول فاعل جديد في المشهد الأمني المتدهور وهو مجموعة فاغنر ففي تصعيد جديد بين المجلس العسكري الحاكم في مالي والحركات الأزوادية في شمالية البلاد دارت معارك بين الحركة والقوات المالية مدعومة بمجموعة فاغنر الروسية وقالت الحركة إن قواتها تمكنت من صد الهجوم في بلدة بير الواقعة في منطقة تنبوكتو بينما أعلن الجيش المالي أنه رد بقوة على محاولة لاختراق مواقعه من قبل قوات الأزواد متهما عناصر متطرفة في الحادث تنسيقية الأزواد وفي بيان نددت بالهجوم واعتبرته انتهاكا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية وكثيرا مشتكت أزواد من دخول الجيش المالي لمناطقها دون تنسيق معها التوتر بين الجانبين يأتي على خلفية مغادرة كافة ممثلي أزواد باماكو لأسباب قالت إنها أمنية خطوة من شأنها أن تعمق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم وتنشط فاغنر بشكل علني في مالي وثلاث دول إفريقية أخرى لدعم أنظمة عسكرية في منطقة الساحل أما التنسيقية أزواد فهي تحالف يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي وشاركت في معارك طاحنة ضد السلطات قبل أكثر من عشر سنوات بهدف الانفصال وانتهت المواجهة بتوقيع اتفاق السلام في الجزائر عام 2015 ولكن الاتفاق بات مهددا بعد اتهام الحركة للمجلس العسكري بالتملص من تطبيق الاتفاق الذي يخول الموقعين عليه المشاركة في الحكم ومع انسحاب القوات الفرنسية ومن بعدها قوات حفظ السلام الأممية من شمالي مالي ازداد وضع الإقليم تأزما وتزايدت المخاوف من تحوله مجددا إلى ساحة لشبكات التهريب والجريمة المنظمة وملاذ لتنظيم القاعدة والجماعة المتطرفة ما يفتح الباب لعودة المواجهات المسلحة